جدا فالمملكة المغربية تستثمر بالفعل تستثمر في الجانب الإنساني إن الإنسان هو أساس التنمية هو محرط التنمية وهو غاية التنمية فالحمد لله الإسلام الآن موجود في داخل المغرب وخارج المغرب في الماضي كان عندنا نقص في التعطير كان هذا ظاهرة ملحوظة وظاهرة لكن المغرب انتبه لها فأسس مؤسسة الحسن الثاني والجالية المغربية وأسس المجلس العلمي الأعلى مجلسا خاصا بأوروبا ومعهد محمد الثالث العلماء الأفارقة إذن عندنا مؤسسة تؤثر النشاط الدعوي تؤثر النشاط الديني في إفريقيا في إفريقيا وفي أوروبا وحتى في أمريكا إذن هذا التعطير ينعكس إيجابا على الدول المستقبلة للمسلمين في أوروبا مهما كانت جنسياتهم مغاربة أو غير مغاربة إذن هذا تأطير معنوي فكري رمزي روحي ولكن له أبعاد مادية ما هي الأبعاد المادية التي تنتج عنه على الفور وانتشار ظاهرة السلام والرغبة في السلام والمحبة في السلام بين مسلمي العالم وحماية هؤلاء الناس من كل فكر متطرف يدعوهم إلى العنف أو إلى الانسحار أو إلى ما لا تحمد عقباه إذن هذه السياسة أو هذه الدبلوماسية الدينية مهمة جدا لأنها نافعة جدا تنفع المسلمين وتنفع حتى غير المسلمين من الدول المستقبلة للمسلمين هذا شيء مهم جدا في هذا السياق المغرب دكتور سلامي يقدم نموذجا طبعا للإسلام الوسطي المعتدل في سياق بوصوم بانتشار التطرف بانتشار الجماعات الإرهابية اليوم مع هذا السياق إلى أي حد يبرز دور المغرب ويعني الحاجة إلى دور المغرب ودول القرى إلى الدور المغربي المغرب له دور فريد في الواقع لأن المغرب أنموذج فريد قد تأخذ بعض الدول مثلا الإسلامية تجربة المغربية وتطبقها لكن هل تنجح تماما كنجاح تجربة المغربية؟ لا لماذا؟ لأن المغرب له هذا العمق التاريخي وله هذا العمق الديني وله مؤسسة عريقة ومتأصلة ومترصخة في الوجدان المغربي هي مؤسسة إمارة المبنين المبنية على البيعة الشرعية وهي تعاقل ما بين الأمة وبين راعي هذه الأمة فالحمد لله ببركة هذه المؤسسة تنجح هذه السياسة المغربية في الوصول إلى أعماق وجدان الإنسان المغربي وتحميه من كل ضلالة ومن كل بدعة ومن كل ما يخل بالعقل وبالشرع وتحميه حتى من هو خارج المغرب وتحميه من هذا الأمر لذلك هذه المؤسسات المغربية التي تشغل خارج المغرب في هذا السياق في هذا الإطار بهذا الوضوح دائما ناجحة والحمد لله مع أنها لا تسخر إمكانيات مدية خيالية لا أمكانياتها محدودة ولكنها ناجحة لأنها في عمق الوجدان المغربي وعمق وجدان المسلمين في أوروبا وفي إفريقيا والحمد لله ترجمة نانسي قنقر